زيكم شباب عاملين ايه النهاردة هنقولكم ازاي زاي تقدر تصرف ويعني وتستخدم تستفيد من جيمس في كلاش وفي كلانز اكتر استفادة ممكنة زي ما انتم شايفين انا عندي تلاتة وتلاتين الف من بداية اللي هي بتقريبا مصارفتش غير بس عشان افتح البلدر هات فاي اول حاجة لو انت معك جيمس مفروض تصرفها عليها اول حاجة ان انت مفروض تشتريها اللي هي البلدر البلدر هات اول ما بتدى بيبعاك واحد او اتنين انت اكسر حاجة دلوقتي خمسة وممكن تقدر تفتح واحد سادس بس لسه اقول لكم عليها ممكن في فيديو تاني فانت اول حول ما بتبدأ حاول تحوش هيكون معاك الفين جيمس اقدر عشان تقدر تفتح الخمسة بعد ما تفتح الخمسة هتقدر تبني اسرع تقدر اه تحاول تلف بتاعك اسرع انت بتقول لي الوقتي خلاص انا فتحت الخمسة اه ايه تانية خطوة اقدر اسرف عليها جيمس هنا بقى في اليومية يعني عندك مسلا هنا الترينينج بوش ان دب خمسة وعشرين في العروض اليومية اسرف عليها ابعد برضو عن الحاجات الغالية الى هي بتسعمية وتلتمية لان الحاجات دي برضو ايه سعرها غالي جدا فاخليك في الخمسة وعشرين دي ايه دي عروض كويسة مش لازم بقى تستخدم مسلا جيمس مسلا عشان لو لات حاجة بتتبني مش لازم تخلصها第لوقتي. اه تطوير لو في الحاجات مسلا في الحاجات هنا في الا ان انت تشتري مسلا او تشتير الكسير او تشتري دارك دي الحاجات مش محتاجة. في ناس برضو ممكن تصرف على الاسكين ناة يعني كتير جدا بقى ومش فارقة معكم على الاسكين ناة حلو utilis سكين البي كده حلو والاسكين ناة دي والاسكين جدا. فهادي بقى برضو ايه اسكينات. اه مش هتقويك ولا حاجة لو انت معك فلوس كتير جدا وعايز تصرفها عليها. مفيش مشكلة. بس دايما نخلي الاولوية بتاعتك ان انت لازم تحاول تفتح الخمسة في بداية اللابة. وتشتري من العروض اليومية دي في حالي بخمسة وعشرين. بعد كده بقى لو عايز تصرف انت براحتك على الجيمس في اي حاجة تاني بخطوة تاني ده براحتك. بس ده كان الفيديو متنسوش تعمل اللايك وسابسكرايب. شكرا اشتركوا في القناة